قصة الأسد ملك الغابة والفأر الصغير في يوم من الأيام كان الأسد ملك الغابة نائما عندما بدأ فأر صغير بالرقد حوله والقفز فوقه وإصدار أصوات مزعجة فسببت حركته وأصواته إزعاجا للأسد أدت إلى استيقاظه وعندما قام الأسد من نومه كان غاضبا فوضع قبضته للضخمة فوق الفأر فتح ثمه ينوي اتلاع الفأر الصغير بلقمة واحدة صاح الفأر عندها بصوت يرتجف من الخوف راجيا أن يعفو الأسد عنه وقال سامحني هذه المرة فقط هذه المرة ولا غيرها يا ملك الغابة ووعده ألا يعيد ذلك مرة أخرى وقال له لن أنسى لك هذا المعروف أيها الأسد للطيف فمن يعلم فلربما استطيع رد جميلك هذا يوما ما ضحك الأسد وتساءل ساخرا أي معروف يمكن أن يقدمه فأر صغير مثلك لأسد العظيم مثلي وكيف يمكنك مساعدتي وأنا الأسد ملك الغابة وأنت الفأر الصغير الضعيف قرر الأسد أن يطلق صراح الفأر لمجرد أنه قال له ما أضحكه فرفع قبضته عنه وتركه يمضي في شأنه مرت الأيام على تلك الحادثة إلى أن استطاع بعض الصيادين المتجولين في الغابة أن يمسكوا بالأسد ويربطوه إلى جفع شجرة ثم انطلقوا ليحضروا عربة كي ينقل الأسد فيها إلى حديقة الحيوانات وعندما كان الصيادون غائبين يبحثون عن العربة مر الفأر الصغير مصادفة قرب الشجرة التي كان الأسد مربوطا بها ليرى الأسد وهو محبوس فقام الفأر الصغير بقضم الحبال التي استخدمها الصيادون لتثبيت الأسد وأسره حتى قطع الحبال واستطاع أن يحرر الأسد ثم نضى الفأر بعدها متبخترا وهو يقول بكل سعادة نعم لقد كنت محقا يستطيع فأر صغير مساعدة أسد عظيم مثلك فالمرء يقاص بفعله لا بحجمه ولكل منا دوره في هذه الحياة